أوضح نائب رئيس مجلس الشورى دكتور محمد الجفري أن خطاب الملك احتوى على كثير من التفاصيل من أهم أن يكون المواطن نصب عين كل عضو من أعضاء الشورى والاهتمام بكل مقومات الوطن وتقديم الخدمات الضرورية واللازمة للمواطنين لا شك بأن هذا الخطاب يحتوي على كثير من التفاصيل وهي موجودة في الخطاب الملكي إنما فيما يتعلق بأهم ما ورد فيها هو ما ذكره ولي الأمر يحفظه الله بأن يكون المواطن نصب عين كل عضو من أعضاء الشورى ومصالح المواطنين والاهتمام بكل مقاومات الوطن وبكل ما يدعم الوطن ورقيه ويقدم الخدمات الضرورية واللازمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد وتنمية البلد والمحافظة على مقدرات الوطن والعمل ضمن جماعة والمحافظة على وحدة الأمة وكل ما يؤدي إلى الوحدة الوطنية والارتقاء بمقاومات هذا الوطن العزيز الذي أسسه الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ونحن ننعم في هذه الأيام وفي هذه السنين وفي هذه العصور بهذا الخير الذي أسسه ويحفظه الله